مع اقتراب العيد الوطني الصيني من المتوقع عن تشكل الزيارات العائلية والسفر لمسافات قصيرة لاتجاه السائد لعطلة هذا العام وقد أصدرت وزارة النقل والمواصلات الصينية والمجموعة الوطنية الصينية لسكك الحديد وإدارات أخرى بيانا عن حالة النقل خلال العطلة في الفترة من الثامن والعشرين من الشهر الجاري إلى الثامن من أكتوبر المقبل تستعد السكك الحديدية في الصين لنقل 68.5 مليون مسافر في 11 يوما حيث سيبلغ عدد المسافرين ذروته في الأول من أكتوبر ومنتوقع أن تنقل ملاقل عن 8 ملايين مسافر هذا اليوم ووفقاً لوزارة النقل والمواصلات الصينية من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين عبل النقل البري 210 مليون مسافر خلال عطلة العيد الوطني تمثل الرحلات السياحية الداخلية لمسافات قصيرة والزيارات العائلية الاتجاه السائد للعطلة هذا العام وصرحت الوزارة بأن رسوم المرور على الطرق الوطنية تم إلغاءها لسيارات الركاب الصغيرة وفيما تعلق بطاعة طيران المدني من المتوقع أن ينقل مطار العاصمة ومطار داشين 496 ألف مسافر في عطلة العيد الوطن الصيني وقبل ذروة السفر في عطلة العيد الوطن القريبة أصدرت وزارة الأمن العام بالصين يوم الأربعاء تحذيراً للسلامة المرورية على الطرق الجمهور ولتذكير السائقين والمسافرين لقضاء العطلة بالإهتمام بالظروف المرور على الطرق ومتابعة معلومات وتوقعات التقص قبل السفر وتخطيط وقت ومصار الرحلات بشكل معقول